بس أنا عايزة نتقل بقى للمنتخب الأولمبي كمان بارح فايز على أصباكستان بهدفين مقابل هدف كان طبعا نتكلم برضو مباراة ودية والمنتخب خلينا نقول تغلب في المباراة الودية الأولى كمان على الأردن كان ثلاث أهداف كان مقابل هدف واحد وبعد كده وديات المنتخب كانت كمان ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبياء بإذن الله يكونوا موفقين 20-24 وخلينا بقى نرجع بالأرقام شويا بحب دايما نستعرض الأرقام نروح لأرقام ميكالي تحديدا طبع المدير الفني مع المنتخب أولا هو قاد المنتخب الأولمبي في 21 مباراة حقق من خلالهم 13 فوز 13 مباراة عدل في 7 وخسر مرة واحدة وسجل المنتخب الأولمبي تحت كمان قياته 28 هدف واستقبل شباكه 9 أهداف وكمان قاد المنتخب الأولمبي ليه تحقيق وصافة هنا كاست أمم أفريقيا تحت 23 سنة بجانب كمان التأهل لأولمبيات باريس ففي المجمل تقدر تقول مشوار مش سيء أبدا مشوار جيد ليست طبعا فيه شوت كبير جدا منتظرهم ليست فيه كلام كبير جدا ومباريات قوية لكن سوفار أو حتى هذه اللحظة أنا بشوف أنه مش وحش جدا بلغة الأرقام اللي احنا قلناها لحضراتكم